وصفة النهاردة وصفة سهلة وبسيطة جدا كل ست بيت بعد من هعمله هتقوم وتعمله وهتتلقاها مفعولها جميل جدا جدا هنعمل مع بعض المخلي البجنجان طبعا محدش يقدر يستغني عن المخليلات في البيت طبعا احنا المصريين منعشاق المخليلات منتخلل البجنجان الفلفل الجزر اي نوع من انواع المخليلات احنا بنعشاقها طبعا ومحدش يقدر يستغني عني بصراحة انا حبيت اعملي لكم البجنجان لان الطلب مني يوم في له عملنا المخليل البجنجان بس على شرط ما تخلهوش قلبه يبقى اسود من جوا هعملهولك النهاردة والقلب بتاعه هيبقى ابيض بالفعل لغاية اخر بجنجانة تكليه طعمه زي العسل اول حاجة جبت حلي وحطت فيها مية سبت لغاية ما غلت تماما وبعد ما غلت حطت فيها البجنجان سلكته بعد ما سبته سلكته قعدت اقلب فيه شماله يمين عشان البجنجان بتاعي يستوي لان زي ما انتو عارفين البجنجان بيبقى عايم على وش المي بيستوي بسهولي طبعا لغاية ما استوى بعد كده طلعت وبردت بشوية مية بصاد خالص مية من الحنفية عادية خالص واده قلب البجنجانة من جوا شايفين حاجة كده واهمة حاجة كده زي العسل القلب بتاعها ابيض ما بيش مسودة ولا اي حاجة طب ليه يوم في له مسودتش عشان خاضر انا البجنجانة مفتحتهاش ولا ما قطعتش الجدر اللي هو فيه بقلب البجنجانة ديتي لازم تقطعهوشي الاول تقطعيه بعد ما انت تسلق البجنجان وتروح قطع الجدور بتاعتها وتشيله حافظت على اللون بتاحي وخلت البجنجانة قلبها ابيض من جوا وكمان هتقعد معاكي لغاية اخر المخلل ما يخلص معاكي وهي القلب بتاحها ابيض جربوا الطريقة ومش هتندموا ابدا طريقة سهلة لعمل المخلل بجنجان بامانة طريقته جميلة جدا وكمان هخلهولك لطعم جميل وطعم مختلف جدا وليه مزازة كده حاجة واهم طبعا انا عملت كمية قليلة خالص حسب ما انت عايزة اعمليه حسب اللي موجود ببيتك اعمليه انا طبعا عملت كمية قليلة على كده انا وجوزي ما حبيتش ان اكتر من البجنجان ولا الفلفل طبعا هوريكي طريقة تخليل الفلفل دلوقتي برضو طريقة سهلة وبسيطة وطريقة جميلة وهيقعد المخلل الفلفل مجرمش معاكي من اول جرن لغاية اخر جرن معاكي وهو مجرمش شايفين جلب البجنجانة ابيض بالامانة تاني زي العسل طبعا تجيب بجنجانة اللي هي الكبيرة او الصغيرة ما يهمش اي نوع من انواع البجنجان هتنفع فيه الطريقة اللي انا عملها لك دي طبعا انا بكل طبقة بجنجان بحط كم قرن كده من الفلفل بصراحة بيمزز للبجنجان بتاعي وبيبقى لي طعم مختلف كده وصل البجنجان انا هقطع كل البجنجان بالشكل دي ما تقطعوه الصغير عشان خاطر لو انت قطعتيه صغير هيتهري معاكي بسرعة انا بقطع البجنجانة بيت النص على نصيا بس وبعد كده ببتدي ان انا احطها في البرطمان طبعا عملت برطمان صغير ده حاجة ترجعلك انت والكمية والحاجة اللي انت عايزة تعمليه اعمليها حسب ما انت عايزي بجنجان زي الفل خلاص كده حطيت البجنجان بتاعي هكمل باقي البرطمان من شوية الفلفل اللي عندي دول ودلوقت هوريكي برضو تخليلي الفلفل نيجي هنا للخلطة الجبارة اللي هتخلي طعم الفلفل طعمه حلو وممزز وكمان طعم البجنجان يبقى معاكي اللي مزازة كده وحاجة حلوة والبجنجان ما يتهيريش ويقعد معاكي مستوي وحلو الغيط اخر بجنجانة معاكي وكمان هياخد طعمه ريحي اجمل من بتاع برق اكتر من جهون برق بكتير هنا طبعا معاكي كمية من المي هحط عليها الخلطة بتحت دلوقتي حاجات بسيطة مكونات سهلة وبسيطة كلها موجودة ببيتك بش هجيب حاجة من برق معاكي في الطبق دي معاكي جرنين فلفل خاضر على معلقتين كبار من التوم وعليهم عصرة لموني او عصرة لمونتية وبعد كده ضربتم في الكبه الغيطة ما نعامتم بالشكل اللي انتو شايفينه دي يبقى فلفل وتم ولمون ضربته في الكبه بالشكل اللي انتو شايفينه هنزل بكمية الفلفل دي على المي طبعا هنا معلقت السكر الي هتحافظي على البجنجان بتاعي هي المادة الحافظة التحت وكمان هتخلي البجنجان بتاعك ميتهيريش منك اللي السكر بيش بيخلي البجنجاني ان هو يتهري بيقعد جاعد شديد كده وحلو لغاية آخر بجنجاني نجل المالح هنحط معلقتين كبار من المالح المعلقة دي كبيرة أنا حطيت معلقتين كبار من المالح هبتدي إن أنا أدوب كل الخليط اللي أنا حطيته يبقى مالح وسكر وفلفل وتوم وعصرة لمونتين كبار في ناس بتحطي خل ما تحطيش خل طب ليه يومو فيله الخل بيخلي البجنجان معاك بيتهير بسرعة الخل بيخلي الحاجة بتتهير بسرعة أو تحطي خل أنا بحط اللمون بكتفي بمزازة اللمون في المخل هنا بقى هبتدي إن أنا عابل برطمان بتاعي مفيش أسهل من خلطة دي سهلة وبسيطة جدا وكل المكونات موجودة ببيتك مشترناش حاجة من بره غير بجنجان والفلفل جومك كده وعمليه اعمل حبك بجنجان مخلل في بيتك ستجيني أحسن من المتشتريه من بره ويبقى موجود في بيتك دايما ما تبقش محتاجة للمخللات بتاعي ببره ودلوقتي هوريك طريقة عمل بطريقة جميلة وما فيش أسهل منها الطريقة دي طريقة سهلة جدا تعمل أكبر كمية من المخللات في وقت قليل خالص هنا بقى هكب الميا بتاعي الخلطة اللي أنا عملتها دي على بجنجان المخلل بغاية ما غطي الوش بالشكل دي وتماما لازم تغطي وشه بالشكل دي عشان ما فيش حاجة تعفم منك وبعد كده أبتدي إن أنا أكفل برطمان بتاعي قفلة كويس لو الغضايا ما بتكفلش معاك كويس تحط كيس وتروحي قفلة عليه لا الغضايا بتكفل بالشكل دي خلاص كده البجنجان بتاعي جاهز إن أنا سيبه بعد يوم واحد هتاكلي منه أجمل وأحلى بجنجان مخلل وأسرع من كده مش هتتلاجم هعملك دلوقتي الفلفل بكل بساطة وكل سهولة على طريقة أم فيله طريقة سهلة وبسيطة أنا بعملك البجنجان والفلفل بطريقة بيتي بطريقة سهلة جدا بطريقة إنك أنت تجوم وتعمليها ببيتك وما تستعابيش حاجة عليك طبعا كل ست بيت شطرة ببيته وكل ست بيت بتعرف تعمل كل حاجة ببيته هنا باجا معايا كمية من الفلفل الفلفل ما سلكتوش الفلفل على كده غسلته غسلة كويس وأبتدي بالسكينة وأقول لك بفتحه بالفتحة دي فتحت كل الفلفل بالشكل ضيب وأبتدي أعب البرطمان بتاعي تعبيه بالشكل ده بس لازم تضغط على الفلفل عشان ما يبقاش فيه حاجة عايمة منك كده في البرطمان طبعا أنا بعمل في براطيم صغيرة عشان لما أحط الكمية تبقى محشورة جوه البرطمان ما يبقاش الفلفل عايم من فوق والمية اللي أنا بحطها اللي أنا بخلل فيها المخلل تبقى من تحت طبعا لازم تكبسي كبسة كويسة جدا عشان قادر البجنجاء الفلفل معاك ما يبوزش منك هناك بسه بالشكل دي معايا شوية من الخلطة اللي أنا حطيتها على البجنجان شوية مية صغيرين وأحط عليهم شوية مية ملح طبعا شوية الملح كده معلجة واحدة بس لأنك البرطمان ده صغير وهحط باردك تي معلجة صغيرة من السكر معلجة السكر دي بتحفظلي على الفلفل وبتدي جرمشي بأمانة تاني بتخليه بيبقى متخلل وضايب بس بيش مهري بيبقى مجرمش هبتدي أصب المية كلها بالشكل دي ولو ما تقضيش البرطمان هرجع أجيب شوية مية تاني وبرضو هحط لهم ملح وسكر لغاية ما أكمل وش برطمان للآخر وبعد كده هكفله جفلة كويسة خالص عشان ما فيش حاجة يدخله أي هوا طبعا أنا عملت لك الفلفل والبجنجان بطريقة سهلة وبسيطة عشان خاطر كل ست بيت تجوم وتعملهم ما فيش أسهل من كده يا رب وصفاتي تكون بتعجبكم ولكنت استفدتي من أمه فيه لو بأجلها معلومة كنت طلعت مستفادة من الفيديو دي تنسي ليش كده في لايك وشير وتفعليه لزر الجرس أشككم على ألف خير